السلام عليكم حبيباتي ان شاء الله تكونوا كامل في احسن وففضل احوال والما رأيكم تشوفوا في فيديو نها اليوم اللي كما قلتوا في العنوان التاح اليوم رح نحكيه على الواكس اليوم رح نشارك معكم التجربة تاعي مع هاد المونتاجات ونعطيكم رأيها ليهم شرحي البنات هاد الفيديو تعجبكم كي لعدم تسوش تدعموني باعراءكم وليجا متاعكم ليهيش مشتركة في القناة ما تنساش تشترك اكيد اذا عجبتك الفيديو تاعي ونخليكم طول معه كما تشوفوا الليبنات عندي ثلاث منتاجات عندي هادي تلا محك استخبيل هادي تلا محك فريماكس وهادي اللي جاي في الباطة رحي تلا محك ريكا يعني قلقتني الباكاتجينك تاحه ولتصبيتو هنا قبل ما نبدأ نحكي لكم عليهم يا الليبنات حبيت صح نحكي لكم على هاد الباغاي تاحهم كيف كيف تلا محك فريماكس يعني اليوم كي جي تنضير لا فيديو بهت ولا هتبالي عند ولا ما محكت عادهم المهم يمن 출발ين هادى الي بنات تنجمي التي استقني مش نستقج المتشرolare اني ننصحكم لي معندهش الامكانيات تشري هاد الباقاي مالغني انا ابوغضاب لتلاقيها بميتين وحاجة الشي اللي بيسميمها هاديك الزوزور يطيب تحب فها القهوة مثله مثلا من الخاص يدوي على الواكس يعني دوي بها على النار وم دخوتنه غلي تنا الى الماء يدخوت حيال مجلوب لهم anthema تهزي هذيك الزوزو وتحطها في المسخون كمسا ما يبرد لكش بالخف هذك الواكس بصحي البنات هذية نجمة سلكك ميك يجمد لك الواكس جغك يتناحي وتعاودي تراجع مش راح يدوب لك يعني نوعا ما مش كرح تربحي راحتك و تبقى يرى حاجية على الكوزين و كل شي و سيباي يجينيك يعني يكون دي جافا هالشعر و تبقى يدوبي و كل شي فمن جيتي صح ما تسحقي هاش ميا باميو انك تشري لابا غاي خير فكيما تشوفوا عندي ثلاثة انا اللي بنات صراحة حبيت نشري هذك الواكس الاسود بصك هو اللي يقوله مليح وعلى حس ما تفرجت انا الفيديو وقريت عليهم قال لك الواكس الازرق هو المير بص حنا كنت حابة نجرب هذك الاسود خلاح ما ملقيتهمش نبدالكم باول واحدة اللي هي ارخص واحدة هذي تالع مخ كفري ماكس هذي اكيد كامل تعرفه هي مركة جزائرية الحاجة الملحة فيها هي البخيتاحة البخيتاحة بغضاء بريويل من الناس كل وتهز بيان يعني هذي اللي عندي ينايات على العسل تهز تلاثمية تنقرام انا فهد لامخ جربت غير هذي البنات صراحة كون نحكي معاكم بكل شفافية ما عجبتنيش هي من ناحية اسكت نحي الشعر ولا لاك يديرها في المنطقة لحبتي بي لها تنحيلك الشعر بصح جغمت طوعكش تمتم تشيح وتولي تتكسر انا بالنسبة لي هذيه بلك تعجب واحدة يدها خفيفة في الواكس موالفة بيه بصح واحدة مبتدئة ما نصحكش بها حاجة يعني انا كينديرها هو يقول كدير يجغ طبقه خشينة الواكس جام يتبليكيه بتبقى رقيقة دونك طبليكيه بتبقى خشينة تمتم تشيح وكيد هو الواكس لازم تحكمي لها تنبيغات وخطيع وقد قيد يعني لازم تخليها تشيح ميمتخليش تشيح خلاه بسكو اذا شاحت خلاه رح تتكسر لكم تتنحاش ملابوتاك غير بسيف دونك هذيه فخوش ما مرتحت لهاش وانا مجيت يمنصحكم شباهه ابخي كيف قلت لكم انا جربت غير هذيه على العسل الاخرين لكلوغ الاخرين مع باليش دونك اذا كان واحدة عجبتها وانا ما عجبتها ما تنسيش تخلينا رأيك علىها لتحته في التعاليق تاني واحدة هي هذي مارك ريكا دونك هذي دونك نحط لكم لفوتو تاحا ساشي تاحا نالي ديتو يز 800 غرام دونك هذي البنات كي شوفتهم كين في ليسانتغ الحاجة اللي عجبتني خلاه هي سانتغ شوكولا كان شوكولا بيضا ممشريت هاش صراحة شوفتنا عندهم تاع غوء تاع الموز كين تانا تاع الفوكا وتاع الالوفيرا ومسي تانا وش المهم انا اللي عام دي تاع العسل كي ما تشوفوها هذي الحبابي تاحا بغابور الاخرى جاي نرقاك ولد كنحط لكم هنا وتشوفوا الى ديفيرانس ما بيناتهم دونك هذي كي دي دوبة دوبلك بالخاف بغابور الهاذيكا فخوش ما هذي البنات اذا نجب ننصحكم بينها وبين تاع فريماكس اكيد هذي هذي الطواريق ملاحا كي لقتلكم دوب الخاف يعني ما تقلقكش وحتى في الابليكاسيون تحابيان فخوش ما هذي هايلا وهاذي يا تقولوا ماما وحبس من خربتكمش معايا شوفوا شوفوا هذيك تاع فريماكس كي تفضلي مشي نحنا عاود نشراها بس هذي كي تفضلي بالك نشراها اي جس اللي مقلقتني فها هي السوما تاحا برك شوي غالي لك هذي البنات تعريكا ننصحكم بها ما تتكسرش هذيها فخوش ما ملاحة البنات وهذي كيف كيف يعني كي جي تابليك الواكس وماما كي ما لتعرفو لازم تديري طبقة خشينا وتنحيه واكيد البنات الواكس قبل ما تديروه لازم تديرو التالك انا تدي ما نديرو كي نجي راح ننحي بالشماء هذي يبقى وشماء وحطوا في بلكم راه هم يجيوا اقوى من الحالة والعادية يعني كي تديري بالاسيغ انا صراحة ما نديرش التالك كي نجي نحي بالاسيغ نحي طول على الحم يعني ما نحطش التالك بس كي نجي حنستخدم هادوما ولا نستخدم هادلي شارج دي مشو بهادل نحب ندير التالك لازم بس كي نوعا ما نحس هاد الشماء ما يلسقش في العبو تاعي وبمعنى واحد اخر ما يضرهاش ياسر يعني قاوي كي تنحي تحس الجلدة راح تروح معا فعندكم اخر واحدة البنات هي هاديت على محك استخبيل اخر واحد اخرى مي ما تحتش فاها معليش هادي لي عندي قال لك راهي مخدومة بالبيتال دو غوز ما حسب ما كاتبين انا هاد البولي عندي اس خمسينياتن قرام وهادي الحاجة الملاحفة هستخبيل هاد المارك بوهم معروفة انها الواكس تاحا ما يتكسرش جاي الاستيك افران شمال البنات هاد المارك هاي لا تنحي تخبيل ايطاوعك هاد الواكت كتجي تخدمي بي سوقتو اذا كنتي واحدة مبتدي اه دونك هاي لا ما عندي مارح ما نقدرش نطيح فاها ملاحة جست البو نيغاتيف يعني النقطة السلبية اللي فاري ما عجبتنيش هو السعر تاحا السعر تاحا غالي ماهوش ابو غضاب يعني هاد البودة خمسينياتن قرام تلقاوها ما بين مياو عشرين حتى مياو خمسين وانتي وزاهرا كبالك اكيد السعر يتبدلها حسب المنطقة مي احنا في عنابة وقت اللي بخموسين كانوا يقدروا تقدر تلقاها بمئة تسعين الف وراء دونك عندي هدا وكين تانى لبناتلي كوب بتاحهم وضطخ تخيك انا قلت نبنا نجرب هادا افخوش ما هايلا هايلا تهب بلادي ومنهم كل ثلاثة ننصحك باول واحدة هي هادية تعستخبيل تاني واحدة هي هادية تعريكة والاخرى ما نصح شبعا نجاوبكم دورك بالخاف على بعض التساؤلات اللي ديما يجيوا وديما يجيوا نتانى في الانستغرام اول حاجة اللي هو الشعر اسكو ينود يعني بكري ولا لا يعني ينبت بالخاف وكل شي حطوا في بلك ممكن تنحي بالواكس راكي انضيغي رح تنحي الشعره من لغاسين يعني قول عليك نحيتي بالحلاوة العادية راهي كيف كيف يعني اذا انت مول فتنحي بالحلاوة العادية يطول لك الشعر انو كي راح تنحي بالواكس راح يطول واذا ما يطولش كيف كيف يعني جايك كيم الحلاوة تاني نقطة اللي هو اسكو كي تديري باها تديري كل حبوب وكل شي انا عندي البشرة تيغي جت حساسة ما صرا ليش هادوك اللي بروبلام صرا لي بروبلام خير مع هادية على محك فريماكس انو كي نحيت باها كم جغ تبرت بالخاف وتتكسر جوني دي بلوف لابو تيغي بس كي فرصيت عالبشرة تيغي دونك جغ واحد ضربني فعندكم مي معاريكة ومعهادي تعستخبيل واخر كيستيون اللي انا حدا من ناس كنت نبوزها اسكو هاد الواكس جاي ايكونوميك بمعنى كي تشي راح تحطي فيه سوما كبيرة مي اسكو تطلعي ربحة في اللافر ولا لا كي ما نشوفو انا ما زلت ما كملتهم مش ما نقدرش يعني نعطيكم لابو عليه اكزاكت مي قاد نشوفي ببغل ممو انا مساعدني لونك انا كيفاه نمشي يا لبنات انهز دي ما ترفل بأيزامل حابة ندد لي بلاسانت على ايجان بتاعي اهوي انسيت ما قلتلكمش هاد الواكس لبنات انا جربته غير في ايجان بتاعي او يدي يا بارك ما شربتوش في منطقة الابطين ولا في وجه صراحة انا قلت حتى نولفو بيان بها نولي نلعب بيه ما نحطش فيه صغطوه هاد المنطقة الابطين جيت حساسة على الغلوج ما نحكيه وش اه دون قلتلكم اسكو جاي ايكونوميك ولا اه هاني ستركو تناحكي سامحوني دون قلتلكم انا كيفاه نستخدمو انهز حافنة جغفية تي وندوبها اه دونك هدا يعني كيدو بيه تنحي به مرة ما تحكي مش طايشي تعود ترجع في الابطين ستعود يدوب لك انا كيفاه ندير بار ازمبل رح نحن نحيي ليه جان بتاعي ندير حافنة نحيبها ليه جانب بتاعي اه انفو ما كملت ان يعني ضربه الاخرى منعود شرجها في الابطين اكيد انتاشا مالابطين هاد كيفاه ننضفها نحاود نسخن هادك شي اللي جغ يبس في الابطين اه انفو ما يدوب خلاه نجي بابي سويتو ولا بابي عبسوبة ونمسحو به يعني يروح كامل ووحده جس عندكم من هاد الخطوة بسك تقدر تحرقية ديك دونك في تخيز اتنسي ونحيك تكون سخون ولا ما تبقيش تنحي بهاد الاسباتولو كل شي نحي تتمسح تخي بيان واخر حاجة وسي البنات اذا بقالكم جغ دي بتي تحوك كاتر فوفات تبقاوا لسقين في البشرة تاعكم ما حبوش يروحو ديري الزيت انا كوم زيت اللي نستخدم فيه هادا يعني الفازلين يعني ياباميو الوحدة دي اللي بيلاسون يعني تنحي به رح ينحي الكشمع وكيتكملوا خلاه يا لبنات من اللي بيلاسون حاولوا تديروا ماسك البشرة تاعكم باكزمبل نحيتي في اللي جانب بتاعك كيتكملي خلاش اللي البشرة تاعكم ليح حاولي بما بيرد بها يتقفلوا هادوك المسامات و جي بي يا اما ادهنها بالزيت ولا ديري ماسك الجسمك من المستحسن تكون حاجة طبيعية كما اليايورت طبيعي هادا كا ياباميو عليكو على اليايورت طبيعي كبعد لبيلاسون رح يهدئ البشرة تاعك ويعود يرطبها ويا بيزا ووالا حبيباتي وصلنا لنهاية هاد الفيديو ان شاء الله يا ربي يكون اعجبكم تكونوا استفدتم منه من اي ناحية كلا عدا اذا عندكم اي استفسار متنسوش تخليولي التحت في تعاليق رح اجابكم عليها اجابكم على اليوم كاي اشتركوا في عريقون لو يراbil بشرة تلاقي شكرا